مرحب بكم عزيزة مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وحلقتنا النهاردة معارقة أينا الله الجزء الثلاثة عشر وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معارقة أينا الله وعنوان حلقتنا ألعيب الوهابية شفنا في الحلقة اللي فاتت الوهابية بيقولوا على الأشعارة حلوليون لأنهم بينكروا إن الله في السماء وبكده مش بينزهوا الله عن الأماكن وشفنا الأشعارة بيتهموا الحنابلة أن هم اللي حلوليون لأنهم بيقولوا الله في السماء وقالوا إن اللي يسبت لله المكان بيكون مجسم وهنشوف النهاردة فتوى للشيخ ابن باز وفي الحقيقة الفتوى دي من ناحية الأعداد لها بتدل على زكاء الوهابية طبعا زكاء يصل لدرجة الدهاء وهنشرحها لحضراتكم بداية من السؤال نفسه وكل ما جاء في الفتوى وهقول رسالة مهمة للأشعارة إن قولات الحنابلة الوهابية مش بيلعبوا دول أساتة في التلاعب بالإعلام والفتوى دي مثال حي على صدق أحاسيس شيخ الأصهر ودي مش غريبة عليه لأنه بأحاسيسه عارف صفات الله ودي نقطة تكلمنا عنها في حلقة قبل كده فأكيد بأحاسيسه برضو عارف الألعاب الوهابية قولات الحنابلة ونشوف مع بعض أحاسيس ونشوف كلام شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب في الفيديو اللي جاي المسكنة في المذاهب الأخرى المذاهب الأخرى الموجودة الآن واللي هي بتشوفها في القنوات الفضائية وتشوفها أن ده حرام وده فسق وده كذا وكذا وطبعا الفتوى اللي هنشوفها كانت قبل القنوات الفضائية فتوى عبر إزاعة القرآن في السعودية ولكو أن تتخيلوا لما بقى عندهم قنوات فضائية بيعملوا أي دلوقتي ولكن حقيقة الفتوى دي مثال صارخ على صدق أحاسيس يعني أصدي كلام شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب ونشوف مع بعض الفتوى في الفيديو اللي جاي شيخ عبد العزيز بن باز مقدم الأسلة أبو مؤمن خلف الله علي مصري يعمل باليمن أخنا يسأل في سؤاله الأول ويقول تألني أخ مسلم أين الله أين الله فقلت له في السماء فقال لي فما رأيك في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وذكر آيات كثيرة ثم قال لو زعمنا أن الله في السماء لحددنا جهة معينة فما رأي سماحتكم في ذلك وهل هذه الأسلة من الأمور التي نهينا عن السؤال عنها وزي ما شفنا أنه بيقول أن أخ مسلم سأله أين الله طبعا أصده بالأخ المسلم هيكون واحد أشعاري ويقول له ما رأيك قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ودي في صورة البقرة 255 مش كده وبس لأ ده برضو سأله عن رأيه في آيات كتير وهنا في سؤال مهم هل في مسلم يسأل مسلم إيه رأيك في القرآن والظهر أننا نتعدين من أحاسي الشيخ الأصهر وبقيت أنا كده حصة إنه سأله متفبرك علشان عوامل الوهابية يسمعوا الجواب ويحكموا على العقيدة دي أنها فزدة من غير ما يعرفوا أن دي هي عقيدة الأشعارة وأنها عقيدة فزدة ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي للشيخ أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية في الأصهر وهو بيأكد الكلام ده إن الوهابية بيستخدموا الإعلام كوسيلة للطعن في العقيدة العشعرية أنا لاقي أن يعني معذرة الآلة الإعلامية في القنوات السلفية لا تكف ليلا ونهارا عن تقليب العوام وأشباه العوام على أن عقيدتنا أشعارية فاسدة وهذا يسوي أن إحنا كفار وزي ما شفنا الشيخ كريمة بيعلن عادي خالص إنهم فاهمين إن السلفية بيتكفروهم ليل نهار في القنوات الإعلامية وإن القنوات دي لا تكفى عن تقليب العوام وأشباه العوام وأنا بطمن الشيخ كريمة إن العوام وأشباه العوام ما بيفهموش حاجة خالص في العقيدة والبرنامج ده مخصوص علشان المسلم يبتدي يفهم لأنك يا مسلم لو فهمت محدش هيضحك عليك لا سلفي ولا أشعاري وما تنسوش إن الشيخ الأصهر عرضنا لي برضو فيديو قبل كده بيقول أنا لو نزلت بالعقيدة الأشعارية للعامة مش هيفهموها ونرجع لحتة مهمة في سؤال المسلم وهو بينقلها بارة قالها الأخ المسلم اللي كان بيسأله ونشوف مع بعض كمالة السؤال في الفيديو اللي هنعرضه بيقول إيه ثم قالا لو زعمنا إن الله في السماء لحددنا جهة معينة فما رأي سمحتكم في ذلك وهل هذه الأسئلة من الأمور اللي نهينا عن السؤال عنها ونشوف مع بعض الفيديو ثم قال لو زعمنا أن الله في السماء لحددنا جهة معينة فما رأي سمحتكم في ذلك وهل هذه الأسئلة من الأمور التي نهينا عن السؤال عنها لو زعمنا أن الله في السماء لحددنا جهة معينة ودي عقيدة الأشعارة عشان كده بيقولوا لا يصح السؤال أين الله ولا يجوز الجواب إنه في السماء لأننا إذا أثبتنا لله المكان نثبت له الجهة والعكس صحيح وكلام ده هيأكده لنا الشيخ الأشعاري جيل صادق في الفيديو اللي قيل هذا كتاب إدحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للإمام محمد مرتضى الزبيدي طبع دار الفكر بيروت لبنان المجلد الثاني في الصحيف 104 يقول الزبيدي قال أبو منصور التميمي وأما إحالة كونه في جهة فإن ذلك كإحالة كونه في مكان لأن ذلك يوجب حدوث كون ومحاذاة مخصوصة فيه وذلك دليل على حدوث ما حل فيه فلذلك أحلنا إطلاق اسم الجهة على الله تعالى انتهى كلام أبي منصور البغدادي التميمي الذي نقله الإمام محمد مرتضى الزبيدي وأقره عليه وهذا ما نحن عليه والحمد لله رب العالمين وزي ما شفت حضراتكم الشيخ الأشعاري جيل صادق هو بينقل من كتب معتمدة عند الأشعارة استحالة كون الله في جهة زي استحالة كون الله في مكان يعني استحالة إن الله يكون في مكان أو في السماء زي ما بيقولوا الوهابية والقول إن الله في جهة يوجب حدوث كون ومحازمة خصوصة فيه وذلك دليل على حدوث ما حل فيه فلذلك أحلنا إطلاق اسم الجهة على الله تعالى وأنا عايزة أوضح الفكرة دي بشكل سريع للي بيشوفونا من الآخر الأشعارة بينكروا إن الله في العلاء تقول جهة العلاء أو مش جهة العلاء الكلام ده مرفوض حسب اعتقادهم ونروح لكتاب بطبسرة الأدلة في أصول الدين للشيخ أبو المعين النسفي الحنفي بيقول إيه؟ بيقول ولا رفعة في علو المكان اسكم من حارس فوق السطح وأمير في البيت وطالع على ما ارتفع من الأماكن وسلطان فيما انهبط من الأمكنة وهذا معنى كلام أبو معين النسفي الحنفي إن إثبات جهة العلو لله ده إثبات نقص لله يعني إيه؟ يعني ما هو الحارس بيكون فوق السطح يعني في مكان عالي والأمير في الدور الأرض يعني في مكان منخفض فالحارس فلا الحارس بقى عالي القدر ولا الأمير نزلت إمته والعلمة البياضي بيقول الكلام ده بشكل مباشر وصريح ونقرأ من كتاب إشارات المرام العلمة البياضي الحنفي في كتابه إشارات المرام الاستدلال بأنه تعالى لو كان في مكان وجهة لزمة قدم هما وأن يكون تعالى جسما لأن المكان هو الفراغ الذي يشغله الجسم والجهة اسم المنتهى مأخذ الإشارة ومقصد المتحرك فلا يكونان إلا للجسم والجسماني وكل ذلك مستحيل كما مر بيانه وإليه أشار بقوله كان ولم يكن أين ولا مخلوقات ولا شيء وهو خالق كل شيء وبطل ما ظنه ابن تيمية منهم من قدم العرش كما في شرح العددين يعني لو تقول إن الله في جهة العلو وطبعا العلو مكان يبقى أنت كده بتقول إن جهة قديمة والمكان برضو قديم كده أنت بتقول إن الله جسم مش كده وبس لأ ده انت بتقول ان الله في فراغ اللي هو المكان والجسم اللي في الفراغ او مكان لازم تكون ليه جهة وكده انت جسمت الله ومش كده وبس لأ ده انت قلت بقدم المكان والجهة مع الله وقدم العرش زي ما قال ابن تايمية حسب كلام العلمة البياضية وقديم يعني ايه قديم يعني مالوش بداية ومالوش نهاية وليقول ان في حاجة تانية مع الله قديمة مالهاش بداية ومالهاش نهاية معنى كلامه ان فيه اكتر من اله مع الله يعني من الاخر الاشعارة بيكفروا اللي بيقول ان الله في الجهة او في جهة العلو او في العلو او في السماء ويقولوا ان ده تجسيم لله وطبعا حضراتكم عارفين مين اللي بيقول الكلام ده ودلوقتي هعمل ليكم ملخص لحلقة النهاردة شفنا سؤال من مسلم بيسأل الشيخ ابن باز ان مسلم سألوا اين الله ولما كان الرد انه في السماء قالوا ما معنى وسع كرسيه السموات والارض وانه لما انحدد المكان يبقى حددنا جهة معينة وطبعا السؤال ده لمسلم اشعاري والاشعار عندهم لا يسح السؤال اين الله ولا يجوز الجواب انه في السماء لانهم لو اثبتوا لله المكان هيثبتوا لي الجهة والعكس صحيح وشفنا الكلام ده من خلال كتابين طب صرت الادلة في اصول الدين للشيخ ابو المعين النصفي الحنفي والعلامة البياضي الحنفي في كتابه اشارات المرأة وتابعوني الحلقة الجاية علشان تشوف رد الشيخ ابن باز على كلام الاشعارة اللي نقلناه لحضراتكم سواء الفيديو او من خلال كتب العقيدة عند الاشعارة والتقي بيكم في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة